نمر الآن إلى Addition of vectors Addition of three or more يعني ثلاثة أو أكثر vectors لو عايز أجمحهم مع بعض يكفي أني أعيد I will repeat application of the triangle rule مثلاً هنا عندي ثلاثة vectors P و Q و S لو عايز أجمحهم أقدر أبدأ بP و S أو Q و S هنا أجمع Q و S ستحصر على هذا الvector بعدين أجمع P و Q و S مع بعض عشان تحصر على المحصل النهائي R يعني R هنا رح يساوي P plus Q plus S أو بصفة عامة يمكن استعمال the polygon rule for the addition of three or more vectors لو عندي أنا العديد من القوة P, Q و S يكفي أني أصل أول نقطة بآخر نقطة وهذا يعطيني المحصل R لP و Q و S حتى لو كان أكثر من ثلاث vectors يعني لو عندي أنا الفيكتر الأول P بعدين فيكتر Q بعدين فيكتر S وبعدين عندي هنا فيكتر U و عندي فيكتر V و عندي فيكتر V المحصل رح يكون وصل الأول نقطة بآخر نقطة هذا هو المحصل R وبيساوي P plus Q plus S plus U plus V Vector addition is associative يعني P plus Q plus S يمكن أني أبدأ بجمع P plus Q بعدين أجمع معهم S أو أبدأ بجمع Q plus S بعدين أضيف لهم P رح تحصل على نفس النتيجة Multiplication of Vector by Scalor لو أنا أضرب Vector by Scalor مثلاً زي ما نشوف هنا P multiplied by one and a half بتشوفوا هنا Scalor الذي ضربناه فيه هو P positive فما رح يغير الاتجاه لكن رح يضعف يضرب مرة ونص أو يغير الماغنيتود القيمة لكن لو أنا أضربها في Scalor يكون negative بخلاف أنه يغير الماغنيتود إلى الضعف زي حالتنا هنا أيضاً بيغير الاتجاه إلى الاتجاه المعاكس نمر الآن إلى Resulting of several concurrent forces يعني محصل العديد من القوى التي تلتقي في نقطة واحدة concurrent يعني تلتقي في النقطة مثلاً هنا A concurrent forces كتعريف set of forces which all pass through the same point يعني كلهم بيعدوا بنفس النقطة a set of concurrent forces applied to a particle may be replaced by a single resulting force which is the vector sum of the applied forces يعني كل القوى اللي شايفينها هنا يكون عندها محصل واحد R وعنده زاوية معينة ثيتا فهدفي هنا إزاي يجيب R والثيتا vector force components two or more vectors which together have the same effect as a single force vector زي ما تشوفوا هنا الفورس F هي نتيجة لP وQ لما جمحهم مهما كان اتجاهاتهم يعني نفس الفورس F عندها العديد من السولوشنز قد تختلف P والQ لكن F بتظل نفسها شكراً على الانتباه شكراً على الانتباه